ايمن احنا سمعنا عن موضوع البركود ايه موضوع البركود ده ممكن تعرفه لنا يعني لو فيه مثلا مستمع مش من قطاع السياحة سمع كلمة البركود هيقول لك يعني ايه البركود ويعني ان هو يتعمل فيه بعض الكينات يطلع على السيستم ويعمل ايه السيستم وايه البركود ايش راحه لنا البركود هو بالزبط كده هو زي تصريح صفر للمعتمر ولأصحاب الزيارات الشخصية للخروج من مصر من خلال تشرف عليه وزارة السياحة وبيكون مسئولية الشركات لان هي القدر الوحيد اللي تقدر تتخرج البركود وهو ده اللي كان بيسابل الازمة الشريدة جدا لان البركود النهاردة رغم ان شركات سياحة هي اللي بتتصدره لكن في النهاية هي مش مستفيدة منه ماليا خالص لدرجة ان في بعض الناس طلبوا بوقف البركود لكن البركود دلوقتي هو مسئولية وعلى البوابة والبركود ده هو تصريح صفر مقنن للمعتمرين ان هم يسافروا بيه خارج البلد طيب النهاردة البركود رائع الحماية وامان بالزبط كده يعني كويس جدا بدول العمال النهاردة كمان الوزارة قنانة الامر ده ان البركود لازم عشان تسافر بيه لازم تكون مقدم ورق قبل 48 ساعة من السفر عشان يتأكدوا يشوفوا الهوية مين ده بالزبط كده وفي نفس التوقيت بيشوفوا ان هل ليه برنامج على السيستم ولا موليش برنامج هل ان هذا هو خارج قانوني ولا مش خارج قانوني لكن احنا برضو بنقول ان فيه بعض 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 الانفلاتات اللي بتتم من خلال ان في المطار الناس بتطلع الباركود وده حصل يعني في حادثة بسيطة كنا اتكلمنا عنها وكنا بلغنا بيها وكان الاستاذ وليد خليه بصراحة تابع الموقف وبقوة واكتشفنا ان الباركود برضو فيه حتة لازم تتعدل على البوابة الا وهي ان النهاردة اللي بيعمل باركود وبعدين بيتجدد فبيتجدد اللي بيعمل وبيتجدد شركة تانية بيخرج وده طبعا بيدر الشركة الاولينية بقوة في سمعتها ومن هنا كنا احنا طالبنا بتعديل الامر على البوابة اه يعني لو كيان وهمي خد البركود ده باسم شركة قائمة بالفعل شركة سيحة قائمة لما بيجي الجدد مرة تانية اصدق ان هو بتجدد باسم الشركة الحقيقة اه هو النهاردة النهاردة مثلا لو حضرتك مسافرة كنت مسافرة مثلا ومسافرتيش من شركة مثلا سين اه اه فالنهاردة بعد كده انت روحتي عشان تسافري تانية فبتجددي البركود بتجدديه من شركة صاد فيطلع البركود باسم شركة سين اللي هي الاولينية ده قصدي بيطلع من الشركة الاولى اه لكن الشركة التانية النهاردة ما بتبقاش اسمها موجود الا بقى بعد كده ما بتشوفي البركود بتشوفي انت تأكد ان هي شركة فعلا موقعية ولا كيان وهمة تشوفيها وبتعرفي هذا الأمر وده طبعا الحمد لله يعني بيكون حاجة جيدة وكويسة احنا ايه اللي بنشر الدولة بنقول يا افاضل يا محترمين اضربوا بيد من حديد على كل من هو يخالف ما عندناش اي مانع لكن في نفس التوقيت نظرة الى شركات السياحة لان شركات السياحة وشركات السياحة الدنيا بالذات شركة السياحة الدنيا هي قاطرة الاقتصاد دلوقتي تعالى اتفق ان احنا النهاردة محاصرين من كل المناطق من لبنان من فوق من فلسطين من ليبيا من السودان فالنهاردة الرافض الحقيق للسياحة دلوقتي والصرف على شركات السياحة مصدر دخل قومي كبير فبالتالي النهاردة لما تتقلص العدد من 1500 شركة او 1900 شركة الى 650 شركة او 700 شركة ده يبني ان فيه لازم تعديل المنظومة بشكل يتلاءم مع طلبات الشركات السياحة ان هما كانوا محتاجين ان هو الامر يكون يا اما كتا عددية وتكون كتا عددية كبيرة مفيهاش اي مشكلة خالص او النهاردة اعمل نظام مفتوح لكن قوي ضوابط ان ما فيش حد يخترق هذا النظام من خلال شركات الطيران اللي بترفع الاسعار في توقيت حساس جدا والناس ما بتقدرش تتصدق شركات سياحة ان يقولك انا النهاردة حاجز معاك انا مالي بشركة الطيران مش هيصدقك اقول ان انت بتضحك عليه او بتغلي علي الاسعار بالظبط كده انا فهم حدث وده طبعا اللي كان بيأثر تأثير كبير عشان كده كان فيه لجنة الطيران في غرفة شركات سياحة برئاسة استاذ نادر عياد احنا هنجيب دلوقتي ان شاء الله فيها الاستاذ وقع الفودة لغا في لجنة الطيران فبصراحة يعني الناس بازلوا مجهود كبير جدا مع شركات الطيران لكن في بعض الاحيان لاحيات الوانتنادي